شاهدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العديدة من الإنجازات والإجراءات التي ساهمت في تسريع المعاملات وتخفيف الأعباء عن المعاقين وكذلك أسرهم ومن أبرز تلك الإنجازات ميكنت أعمال الهيئة كاملة مما ساهم في تقليل الازدحام وتخفيف الأعباء عن المراجعين شاهدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العديدة والعديدة من الإنجازات التي ساهمت في تخفيف الأعباء على المعاقين وتلبية متطلباتهم التي منحهم إياها القانون رقم 8 لسنة 2010 هذا القانون الذي وضع الكويت في مصاف الدول التي تهتم بشؤون ذوي الإعاقة فأصبح سلة من الحقوق والمزايا طلبنا تعديل بحيث أن يسمح للإعاقات البسيطة أن تتحصل على الأجهزة التعويضية طبعا وفق لوائح معين بالأخص يهم شريحة الإعاقات السمعية البسيطة من الأطفال الشيء الثاني هو إعطاء الحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لإبنها المعاق غير كويتي أن تحصل على التقاعد وهذا أيضا وضعناه صراحة في القانون أو طلبناه يعني كاقتراح ومن بين تلك الإنجازات للهيئة هو الميكنة لجميع خدماتها وتفعيل الموظف الشامل وافتتاح صالات جديدة للمعاقينة التي ساهمت في تقليل الازدحام عدد يتجاوز 77 خدمة تقريبا منذ نشأة الميكنة حرصت على ميكنة هذه الإجراءات وتم ميكنتها بنسبة حاليا 100% في 2017 آخر عمليات الميكنة يمكن سمعت فيها عملية التابلت عملية التابلت هي عبارة عن إدخال الأجهزة الذكية لدى الليجان بحيث يقوم الأطباء في تقييم الإعاقات مباشرة من خلال أجهزة التابلت كما سعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى موضوع التوظيف الذي كان حلما يراود كل معاقن فكان لها عدة حملات أسفرت عن تدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص ناهيك عن كود البناء وسرعة الوصول الهيئة قامت بمراجعة جدوى الاشتراطات وقمنا بإعداد دليل هندسي كامل لسهولة الوصول لجميع أنواع الإعاقات فشملنا في جميع أنواع الإعاقات شملنا في المبنى من دخول إلى السور الوصول إلى المبنى التنقل في المبنى الحصول على الخدمات تسعى الهيئة العامة لشؤون دول إعاقة في تنفيذ مشروعها المقبل الذي يدعم جهود الحكومة في دمج المعاقب المدارس وإزالة الحواجز التي تحول دون إدماجهم مروم حرم تلفزيون دولة الكويت